على وقع العملية العسكرية المتصاعدة تتواصل المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في الجنوب اللبناني والتي تشهد تطورات ميدانية سريعة في المنطقة حيث آلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على منشاة عسكرية تابعة لحزب الله في بلدة مارون الراس جنوب لبنان المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي قال إن القوات الإسرائيلية نفذت عملية برية محدودة استطاعت من خلالها السيطرة على مجمع قتالي تابع لحزب الله في تلك المنطقة الحيوية المطلة على المستوطنات الحدودية وقد نشرت هيئة البث الإسرائيلية لقطات تظهر الجنود الإسرائيليين يرفعون العالم الإسرائيلي في البلدة في أعلان واضح للسيطرة على الموقع فيما كشف الجيش عن إصابة خمسين جنديا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية في عدة جبهات ما رفع حصيلة قتله إلى 730 قتيلا منذ العام الماضي في المقابل أعلن حزب الله تصديه لمحاولة تواغل إسرائيلية جديدة في بلدة اللبونا القطاع الغربي من جنوب لبنان وأكد الحزب في بيان أنه أجبر القوى الإسرائيلية المتسللة على الانسحاب بعد إقاع خسائر في صفوفها وأتعد هذه أول مرة يعلن فيها الحزب التصدي لتواغل بري من هذا المحور التصعيد الإسرائيلي الذي بدأ منذ الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي توسع ليشمل العاصمة بيروت في غارات جوية غير مسبوقة إلى جانب العمليات البرية في الجنوب وقد خلفت تلك الهجمات أكثر من ألف قتيل وألف الجرحة فضلا عن نزوح أكثر من مليون ومئتي ألف شخص وفقا لبيانات رسمية لبناني ترجمة نانسي قنقر